أوروبا لست، يوجد من ن lowest vitimol ومن الموضوع، من يجب المشرح ومن مرحبا لهن، وراء يشبه جيدا كبس يوجد العائل، تحاول أو لأن بشكل يمنعي، وأيهم يمنعي، يمنعي، مرحبا، وغير في المجزارات انها مرحبا على مما كبس الدولة الوحيدة التي لا تتعاون هي إثيوبيا نحن مستمرون في التفاوض لتتبابر زيجي الجوية الهون تحقر زيبوتاله إثيوبيا بشانات نحن بموايتهم بمناقاقرهم كتلا نبرة تلالك اميتي مصر ويبقبس معهم بالوسائل الدبلوماسية وبالفعل نحن نناقش التعاون العسكرية مع السودان لكن إذا وصل الأمر إلى أزمة فسنقوم ببساطة بإرسال طائرة لقصب السد نحن نقول نحن نقول نحن نحن نتكرره هدو كما نحن نقول أوروة بلانو تحسين لكن يهنن هداسي قدب ميبال دراسون لما تفات زيجي جو نن نعم نعم من يأهل يتقاب يورو بل أينت يهن دهاجر يلمات عوتار لك أسوان قدب تجن على ما يعبده في المفترة وتذكر ما فعلته مصر في أواخر السبعينيات بساXT ي personnel أعرف الأجانب وإنما يتجه في الأعصاب سألت إذراه لكي دفعوا لأننا نعرف الأجانب ونهتم أيضاً ونحن نعرف الأجانب وقتها كانت إثيوبيا تحاول بنا أسد كبير إثيوبيا تحاول بنا أسد كبير وكي تفجيل كان هناك في مجمبت السعود كان هناك ما استمره ولكنني أن نظره حلما متجنًا لكننا لأنه لا يزال المعيش المقضر هل تحاول أن تنظر لذلك تقوم بتفجير المعادات لذلك اللعنة كانت ساحرة مطلع تطيقه وأخيره وليس بعدها ومن يجب أن يكون هناك في تجربة ويوجد أن يكون هناك ويوجد أن تتحصل أكيد بهذه الكلمات وصف الراحل عمر سليمان نائب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك المفاوضات التي كانت تجربة حول سد النهضة عمر سليمان يبدو سبحانه المقابل لقد تخسر أنه ليس العظيمين لا يصل إلى تشاهده perché يسعبون على مدى العمل في عبر هدفًا لقد تسعبون عليهم نفسها في الشأن العمر سليمان مبال يكون له مستخدم من الطريق يروح من البdevى يكون له مستخدم من المقبل يجب أن يكون في طريقاك ويكون له كمانته في يوجد مستخدم لكل من أول مستخدم فإن أثناء يتصل أن يكون الأولئك يتصل للإعلان وفي ذات الوقت أبدا وقت إلى هنا أظهر من خلال ذلك التصريح المسرب أن مصر تعاملت بتلك الطريقة من قبل فيما اعتبرته خطراً قومياً عدد جنب المسرب كل مما تعود في الطاقة للمياه وحياة المصركين فلا الأمر بأن يكون هناك حيوة مصر مصر وأن يقول لهم إذا كان ، يمنح مصر من الحصول على خمسة مصر وتسعين بالمئة من مياهها واليوم تعود تلك القصة التي رواها عمر سليمان للواجهة من جديد هل ستدمر مصر السد؟ ستدمر مصر السد ستدمر مصر ستدمر مصر ستدمر مصر ستدمر مصر وهل الحرب قادمة بين الطرفين؟ ستدمر مصر في استيوبئة ستدمر مصر ستدمر مصر ولمن ستكون الغلب فيها بذي وقت دقمص عشان نفيو ما اللي هون يجلان وهم يا ما الشنف بالبيتو ما نو لكن قبل ذلك كذاب فيتقن عن نقاقرو بطام كورا ذي لنا دعونا نروي لكم القليل من التفاصيل التي يجب أن تعرفوها لتاوكوتيمي قبا يهونن نقر زرزر عدرقن ننقراتشوه نوميلو قبس يه نايل ستقوطانات اتشي عبابال يو اندت انسرافاج عبرو ينقرنال انياجن عند ايتيوبيا يه نايل ستقوطا ويم يعباي ستقوطان دهونن يسمانال وينوت اياكيو نرسو بدك كل اندامي سماتشو كزام ياللي فيهونا سميت باوهاولاي انداللاتشو سيقل سلن انده لان جملة قالها المؤرخ والرحالة هيرو دوتوس يهنن قال ويم يهنن عرفتن اگر عند هيرو دوتوس يتبالو تاريك اواقي ويم يتاريك بالاقوزو تبلو يميد ترم تاريك لمسرات يتاريك نقروتشن لماوك باقوزو يميد تاوكاو نا باسوفو ميد تاوكاو يه سونا ببرا نايل يا ويم قبز يه نايل ستقوطا يميل سم يود الاتلال الذي عاش في القرن الخامسي قبل الميلاد يهنقدي كامستانيو سينتشاري مالاتم كاليدات عامات بافيت كعيسى ويم ياسوس مولد بافيت بامستانيو سينتشاري ينبرا عند تاريك سحافينو وباتت تلك الجملة يعرفها كل الطلاب حول العالم خصوصا من درسوا تاريخ الفراعنة بتليم يفراعنو تشن ويم يفرقونا ويانن تاريك بدنب يانببنا يتمارا رغم ذلك لم تكن تلك هي الجملة الوحيدة حولني لمصر فقد تغزل فيه عشرات الشعراء والأدباء بزو قت عميوچ لا يدعم الوقت يدعم نايلن عاشمون منوتال بقيت عميواتاو بطوف عميواتاو بدم بادرگو تغزّلى ميلو بعرامينا بزو قزي لفكرينّا قيتم بمي بالبتوقتنو عمارينا تغزّلى ميلوهن قال اندي تدرگي انا ما متوالاكم جن عند فكرينّا لفكرينّاو قيتم سيغتم اللات مالتنو وبقي بذلك حبط الله الذي يسقي سكان مصر العطاش أما اليوم فتلك النعمة مهددة بالانقطاع ويبدو أن على المصريين الدخول في معركة حياة أو موت يجب أن يكون هناك مكتبات من المصريين ويجب أن يكون هناك محاولة ويجب أن يكون هناك محاولة ليبقوا سيطرتهم على أحد أطول الأنهر في العالم فإذا نجحت إثيوبيا في إنهاء بناء سد النهضة فإنها ستحكم سيطرتها الكاملة على قرار تضفق المياه نحو مصر والسودان وبينما تقول إثيوبيا إن ذلك المشروع ما هو إلا مشروع اقتصادي تنموي يوضح محللون مصريون أن المشروع سياسي بحت وما وراءه أكبر من إنتاج الكهرباء وغيره وما وراءه أكبر من إنتاج الكهرباء وغيره فما وراء ذلك المشروع المرعب إهي أسفرية هنا يلي ما تأوتار جرباء من دنو يا اللو النيل لمن مجمعها النيل لمن إهيت إياك إراس وعادنا الدمون لبوش من مالتنا نايل يمنو لمنو ملف استخدام مياه نحر النيل ملف معقد للغاية يهي نايل ملف قديس النانسا مجمريا بتعام وطرتي اللبت عس شكري هنا فايل نو يتضمنه الكثير من القوانين الدولية حول طريقة توزيع المياه التي يمر عبرها النحر وقد وقعت العديد من الاتفاقيات للتفاهم حوله بالإضافة للشعار الذي يرفعه الجميع حول الحقوق التي لا يمكن التفريط بها ينبع النيل الأزرق من إثيوبيا أما النير الأبيض فينبع من بورندي يلتقي النيلان في الخرطوم والأبرز بينهم هو النيل الأزرق كان السوقين تلقوا نا والسانيو ويم برنب ميتايو يتقروا أباينو ويمسمعوا وهانو إذ يزودوا حوالي تسعين بالمئة من إجمالي مياه النهر مكنياتهم ذات عنا بميتو يميونون وها يميزوا السوس لهنا وقعت مصر عدة اتفاقيات تضمن حقوقها في مياه النهر ومنذ ذلك الوقت اعتبرته مسألة قومية خصوصا أنها تعتمد بنسبة سبعة وتسعين بالمئة على مياه النيل على عكس بقية الدول التي يمر بها وأبرزها إثيوبيا التي تتوفر فيها الأمطار بشكل غزير وفي عام الف وتسعمائة وتسعة وخمسين وقعت أبرز الاتفاق سوري باسرا زتعين هامسا زتعين عند توكيون سمن منتررقو والتي تنظم اقتصام المياه حصلت بموجبه القاهرة على خمسة وخمسين ونصف مليار متر مكعب فيما حصلت الخرطوم على ثمانية عشر ونصف مليار ورغم مطالبات بقية الدول بحصص أكبر بقية مصر هي المهيمين على الوضع لكن تغيرات كثيرة شاهدتها المنطقة أجبرت كل الدول على تغيير الاتفاقيات وحتى المطالب كذبوها لا إيان دان دون هاقر يا ميتا يكو تنمت إياكي يا سمم منا تنم هيدات لاس كيير يا ميشيل عداد ديسنة بزوت فترة على يا هزو بزعتن نعم نمس سلو مالا مشروع سياسي بولاتيكاوية هنا ولمات أطلقت إثيوبيا مشروعها لتشييد سد النهضة على النيل الأزرق إثيوبيا يكون أضخم سد في إفريقيا بأفريقيا تلقو قدف يهون زند يهدى سي قدف بلا عند قدف أوجد بعد أن كان ذلك الموقع محجوزا للسد العالي في مصر والذي شيد عام 1960 بمساعدة سوفيتية واصبح واجهة النظام الناصري يبلغ ارتفاع سد النهضة الذي سيسمح بإنتاج 6450 ميجاوات الكهرباء 175 مترا ويبلغ طوله 1800 متر وسعة تخزينه 67 مليار متر مكعب أي ما يعادل تقريبا التدفق السنوي للنهر يهي مالات وهو يأمتون بان دقزي ميامت عون وها بان دقزي مولو يميز يهل يهوني مالات اتخذت إثيوبيا قرارة بان دامت لتركة ميتشلون وها ويبني متاع ميتشلون وها بان دقزي يميزوا مالات بناء السد من طرف واحد وبدأته شركة إيطالية في ألفين يتوبيا باتنات اللي ينن قدب عندي تعلان تعلاناوي درجة تعقزها تقنبو جمر وثلاثة عشر وقد تم إنجاز جزء كبير ويقترب اليوم من المرحلة الثانية للمل وعلى ضخامة المشروع فإن المعطيات تقول إن بناء السد ليس باقتصادي أو تنموي فقبصوا السابي السابي يقدب فتسعموا لما تسعيون يا بولاتيكا عجندة يا زنوي بالان إنما سياسي بامتياز وله هدفان نعم بولاتيكا عجندة يوجد كثيرا هلت تعلامات أنقبو يتسرى الأول هو تعزيز اللحمة الوطنية في بلد تحتكر فيه السلطة أقلية صغيرة عندنا يهج تنش هزب هنا ويوجد عند قوصة يميرو ينبرون وده يقارا لما تستسره لما تستسره لما تستسره لما تستسره يتسره عندما يقول نعم يتسره يهون ونحن بالتاعم يستسره ونحن وثانيا لتحكم بمياه النيل بشكل كامل سوف يتسره ونحن أثناء أثناء سوف يتسره ونحن يتسره لذلك ونحن سوف يتسره ونحن ونحن أظن والضغط على بقية الدول وخصوصا مصر التي تملك التفوق العسكرية ولا يمكن لأحد مواجهتها منذ سنوات يثبت ذلك أن السد الضخم سينتج أكثر من 6 ألف ميجاوات من الكهرباء في الوقت الذي تستهلك فيه إثيوبيا ومحيطها ما يقارب 800 ميجاوات ما يعني وجود فائض ضخم يظهر نوايا أدي سباب الحقيقية ومساعدة الطبيب والميجاوات من السباب لا يقال برغم أن يكون الميجاوات من الضخم ومساعدة النوايا ألم ومساعدة النوايا أمام التواصل وانتظر النوايا أمام الميجاوات منطقية بيهون نورو، وشتناه، سمعت ما تميقات بالشايبك وهو طور النات الهون، وده قدلو يمنطن يده سيقدب قنباتها كجمرة جمرة بسودان الناب قبس محكا لديهم بيتوبيا إثيوبيا على طريق من المعينات يتزجع من قدم بهون انكوان يويتو هيداتكن يتقلبتها ماتوان تقاسم المياه وضمان عدم استحواذ هذه سبابة عليها إثيوبيا بابتشانيا وهون إبن قطع ترن هيدات لمكالاكل ولوم تقلو سنة لكنها في كل مرة تنتهي بفشل وخلاف أكبر من الذي سبقه حتى وصلت إثيوبيا للانتهاء من أعمال البناء وهون إثيوبيا قدبون جامبتها البدء بعملية ملء السد حيث تصل اليوم إلى المرحلة الثانية من الملء لنمع إثيوبيا على السد فاليوم باتت السودان تقف مع مصر في قضية سد النهضة حتى أن وزير الرئي السوداني قال قبل أيام إن قرار إثيوبيا بملء خزان السد هو تهديد للأمن القومي للسودان فيما تأتي لهجة الأعنف على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتاح السيسي والذي قال في تصريحات واضحة إن مصر لا تهدد أحد وإلا ستعيش المنطقة حالة عدم استقرار طويلة على بلزاء كبابيو كفتاني هنا عالم الرقاقة تستند ميجابا لرقاقت الله تشوف اللي قلوب له وأوضح أن مياه مصر خط أحمر يجبس وها قد أي مسمر نوسي لما الرقاق بالنسبة لها مع استمرار الدعوات للجلوس على طاولة المفاوضات من المنقوان عون مكامت إن شلال إيالي بترابة وقتلي بهون ولكن هل يمكن أن تندلع حرب المياه حقا بين مصر وإثيوبيا؟ هل يمكن أن تندلع حرب المياه حقا بين مصر وإثيوبيا؟ الجواب بنسبة كبيرة نعم ففي عام 1992 عندما وصل المصري بطرس غالي لمنصب الأمين العام كانت من أوائل التصريحات له حول الحرب القديمة للشرق الأوسط أقال إن النزال المقبل سيكون حول المياه وستصبح قطرة الماء أغلى من قطرة البترون وعلى الجانب العسكري فإن لم تكن مصر قادرة على الهجوم فإن لم تكن مصر قادرة على الهجوم فإن لم تكن مصر قادرة على الهجوم فإن كبيرة من السد فإن لم تكن مصر قادرة على الهجوم فإن لم تكن مصر قادرة على الهجوم فهي الدولة التي تمتلك أحد أكثر الأسلحة تطورا بالإضافة لقنابلها الضخمة كل الحالات تؤدي في النهاية لحرب عنيفة حتما ستكون فيها القوة لمصر لكن لا يعلم مؤحد من سيدعم إثيوبيا في حال اندلاع الحرب ما يبقي المنطقة على صفيح ساخن مع نذر حرب ودمار تحيط بها وكلها من أجل المياه فهل ستضطر مصر أن تلجأ للخيار العسكري برأي؟ أم أن المفاوضات ستوقف كل تلك التكهنات؟ أولاً لأجل المنطقة على الصغير الأمر لن يجب أن ننصأ المنطقة على المنطقة على الهم ومع المنطقة على الهجوم الأمر من يمكن أن تكون سويا هذين يحاول أن تكون لكن الحمد الله أعطي على التكون مركز أن تكون هناك programيه النمثلال